طلابي المميزين يعطيكم ألف عافية طلاب الصف العاشر إن شاء الله تكونوا بألف خير هكون معاكم اليوم مس أمل أو مرجو من منصة المليون منصة جو أكاديمي لحتى أحضركهم لامتحان الفاينل قبل أي شيء بالحياة بدياكم أول شيء تشيروا اللينك لحتى يفوت عليه أكبر عدم الطلاب ويستفيد معنا أكبر عدم من الطلاب طبعا أنا رح يتشير اللايف أكيد على عدة صفحات لكن الصفحة المفتوحة قدامي هي حاليا جو أكاديمي الصف العاشر فأي كومنت هشوفه هون يعني كومنتاتكم وأي سؤال عنكم يا بإمكانكم أنكم تسألوني أهلا وسهلا يا محمود أهلا وسهلا يا يوسف يعطيكم ألف عافية طيب عاشر اليوم إن شاء الله ميس أوقاتك يا رب I'm sorry طيب خلينا هلا أول شيء بنا نعمله خلينا أول شيء نشير اللايف هيا نستنى نضيقتين لحتى يفوت عدد معنا خبروني عاشر متى امتحانكم رح يكون في منكم طلاب على الأغلب رح يكون امتحانهم يوم الأحد القادم في منكم طلاب امتحانهم يوم السفت هيك تواصلوا معي على الفيسبوك وخبروني في منكم لا الأسبوع الجاي ولا الأسبوع اللي وراه فأنا I hope انكم انتو تكونوا لسه ما قدمتوا الفاينل I know انو في ناس قدموا الأسبوع اللي فات لكن I hope انو تكون الأغلبية ما قدمت وتقدم هذا الأسبوع اللي حتى تستفيد من المراجعة من الامتحان المقترح عطيكم نموذجين للأسئلة بإمكانكم انكم تستفيدوا منو هيكون كتير بفيدك ليوم امتحان الفاينل اللي رح تقدموا إن شاء الله نبلش يا عاشر أول شي مس بدي أخبرك شغلي النقطة الأولى انو إحنا دائما لما نيجي ندرس يجب انك انت تدرس بالتركيز وبتضميم لازم انك انت تقسم المادة ولازم انك انت تنظمها في دراستك يارب ان يكون الصوت والصورة كله تمام وواضح إن شاء الله لازم انك انت تقسم كل شيء هلا كتابك الفصل الأول هو عبارة عن 4 units رح يكون معاك عبارة عن 4 وحد فإنت الشي بدك تعمله رح تكون في عندك 4 units إنك انت تدرسها هلا النظام بالدراسة جدا شيء مهم في عندك unit 1 و unit 2 و unit 3 و unit 4 أنا كطالب صفحة عشر المفروض لأنا أعدم بهيئة حالي لمرحلة التوجيه لازم أكون من ناحية سيستم دراسة ومن ناحية سيستم امتحان إني أنا أفوت جاهز للأول ثانية والتوجيه وما أتفاجأ في نظام الأسئلة في التوجيه الشي اللي بدك تعمله يا شباب يا صبايا أنا هحاول أركز معك على أقوى النقاط هحاول إني أنا أحكي معك في المين بوينتز عشان ما بدي أضيع لك وقتك أدل لك أو وجهك كيف أنت تستخدم أكيد دائما وظيفة المعلم إنه يعلمك ويوجهك فأنا رح أقوم بهي المهم إن شاء الله ربنا يقدرني وإني أفيدك فيها كاملة وأتمها على أكمل وجه بإذن الله طيب يا حلويا اللي بدي أحكي لكم إياه لا مادة الفصل الأول هي عبارة عن أربع يونتات إنت منطقيا أنا كمعلم من ناحية معلم ألا لما باجي بدي أكتب أسئلة امتحان هيكون تركيزي على المادة اللي أنا ما أعطيت فيها للطالب امتحان فحيكون تركيزي على يونت ثلاثة وأربعة اللي ما أخذ فيها امتحان وعلى الأغلب رح تكون بالوحد الرابعة أسئلة الفاينل أو القطع اللي رح تيجي هتيجي من اليونت الرابعة هذا الحكيم ما بيلغي أني أنا أجي أدرس يونت وان ويونت تو سلازم أنا كمان بنفس الوقت أني أكون يا شباب ويا صبايا أكون مهيئ نفسي أنه أنا أورادي دارس يونت وان ويونت تو لكن أقوم بمراجعتها كاملة ويونت ثري أيضا أقوم بمراجعتها كاملة وكأنها هي الجزء الأكبر من الامتحان لكن كقطع الأغلبية أنها رح تيجي على اليونت اللي أنا ما أخذت فيها امتحان من ناحية معلم نيجي لحكي من ناحية معلم يا شباب ويا صبايا أهلا وسهلا طبعا من الناس اللي عم يتوت معنا جديد نورتوني يا حلوين الله يبارك في أوقاتكم يا رب يا ميس ويفتحها لكم فتوح العارفين إن شاء الله يسعد قلبك يا إنشراح الله يسعد مساكي ويعطيكي ألف عافية يا رب هلأ شباب وصبايا أنا الشي اللي بدو يصير بدك تركز معي كتير منيح أول شي بدي أجي أحكي معك من عدة منطلقات بدي أحكي معك أولا من ناحية معلم تمام؟ هأحكي معك من ناحية أول شي معلم واضع أسئلة من ناحية واضع أسئلة مس أنا دائما كمعلم في عندي I have Aish أهلا وسهلا مثل واردي سعد ألبكم من وارتونا من ناحية وضع أسئلة أنا في عندي سيستم معين ماشي الطالب عليه ما باجي أنا ببدل هذا السيستم على الطالب نظام الأسئلة تبعتي مس هو كالتالي أول شي إن رح يكون في عندي قسم الكمبريهنشن على وهي الفقرة وعليها أسئلة number two هيكون في عندي قسم البوكابير اللي هو قسم المعاني وقد يقسم إلى قسم معاني وقسم ديريفيشن اللي هو قسم الاشتقاق وأأمل إنه يكون مدرسينكم عم بيعطوكم قسم الاشتقاق من الآن حتى بالتوجيه إنتا ما تتفاجأ فيه مادتك كتير مهمة لمادة التوجيه يا شباب ويا صبايا قسم اللي ورا رح يكون دائما قسم اللي جرامل ممكن أجب لك rewrite the sentence ممكن أجب لك fill in the blank أعيد كتابة الجملة املأ الفراغ ضع دائرة whatever تمام؟ فيما بعد رح يكون في عندي أمور خاصة بالlinguistics اللي هي موجودة في الكتاب ممكن تكون phonetics أشياء صوتيات لغوية معلومات عامة أنت لازم تعرفها وآخر section حيكون في عندك section writing قد يقسم إلى free writing و editing وممكن يكون كمان في guided writing هلأ حلو كتير إنك أنت بصفة عاشر وتطلع مهيئة على هذا السيستم أتمنى إنه يكون الكل ممشيكم على هذا السيستم فهاي طريقة كتير مفيدة إلك يا شباب ويا صبايا إنك أنت تستفيد منها لقدام نصيحتي إلك هي أنا حكيت معك من منحة معلم تركيزي الأكبر بيكون على المادة اللي ما تم إعطاء امتحان فيها ليش؟ لأن أنا قردي ممتحمة الطالب فيها فبيكون كمية الأسئلة الأكبر بتيجي عليها أهلا وسهلا يا سوسا يسعد أوقاتك يا رب حبيبة قلبي الله يكرمك يا الله طيب نيجي على المنحة الثانية يا مس أأمن إنه يكون صوتي واضح I have problematic issue I'm sorry لكن يسعد قلبك يا شريفة يسعد قلبك والله يعطيكي ألف عافية طيب نيجي نحكي من منحة طالب يا شباب ويا صبايا من منحة طالب أنا يجب عليه إني أدرس بتركيز زي ما التيتشر هي عم تشرح المادة بتركيز نصيحتي إلك كطالب أمسك مادتك وأدرسها بتنظيمها زي ما هي unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 حتى لو أنت ممتحن في unit 1 unit 2 بس بلش فيها بالبداية تمام تيجي بتدرسها لكن أكيد التركيز رح يكون عندك على unit 4 بتدرس القطعة بتدرس معانيها بتدرس القصص كلها هاي اللازمة كله ما بتخلي ولا أي point يفوتك حلو الكلام لهون طيب خلصنا الدراسة باجي بدرس unit 1 من كتاب الطالب أهلا وسهلا يا محمد وأهلا وسهلا يا أم لي في سيد قلبكم الله يعافيكي يا رب بدرس من كتاب الطالب باجي بدعم حالي بالأمثلة من كتاب activity book حلو الكلام لهون أوكي أنا هيكسرت أموري بالسليم ما بنسى section اللي grammar notes section طبعي اللي هو معاني الكتاب الموجودة بآخر الكتاب هو القسم اللي grammar notes طب خلينا نحكي هلا شوي بالكتاب نفسه يا شباب ويا صبايا هاي انت كتابك miss كتابك هو عبارة عن full units الفصل الأول باجي اركز على موضوع القواعد الموجودة بـ new business idea اللي هو الـ module تبعي الـ revision كان فيه عدة قواعد اجي اركز على استخدام كل القواعد الموجودة ممكن يكون في عندي بصفحة سبعة الـ business هدولا الممكن التيتشر دائما نجيب لي منهم الله يعافيكي safe في سحد ألبا هي عندي هون الـ advertisement ما انسى مواضيع الـ writing اللي ممكن تكون موجودة معاي في كل unit انو انا ممكن تيجي معي في امتحان الـ final وتكون مطلوبة بعدين باجي على unit 1 وبفوت بجد الجد اللي هو استخدام قاعدة present perfect وما انسى يا شباب ويا صبايا انو راح نعمل ملخص صغير وجرميل لطيف للقواعد خليني ابلش لك في قواعد يانت وان الا وهي قاعدة present perfect بس دا اغلبنا الا اظلم شوي present perfect what does it mean present perfect قاعدة المضارع التام قاعدة المضارع التام عشان انت تكون متذكر يا ميس قاعدة المضارع اه حاضر قاعدة يمين اللي هي present perfect صح استخدام اليت فيها present perfect هيني ححكي عنها يا شباب طيب يا ميس اول شيء بديك تعرفه انو قاعدة المضارع التام ما استخدمها للتحدث عن حدث صار بالماضي لكن اثره ما زال مستمرا لغاية الان مثل مثلا انا اجي اقولك انو والله دهنت الغرفة احمر انا دهنتها زمان لكن اثر هذا الدهان ما زال مستمرا لغاية الان واكبر دليل انو الغرفة ما زالت لونها احمر انا كانت بيضا وحولتها لحمرة فمعناته انها هاد استخدام القاعدة انو شيء صار زمان ولكن اثره ما زال مستمرا لغاية الان من ناحية استخدام من ناحية الفعل دائما قاعدة present perfect احنا طبعا ما بقدر اني انا ادمج لك كل القواعد لكن هعطيك main points اكيد رح نحتاج وينيدة تاين عشان اعطيك والخص لك كل القواعد بشكل اكبر من ذلك لكن هحاول قدر مستطاع اني والخص لك بعض الامور اللي بتحمك للامتحان شكل الجملة بشكل عام يا شباب اللي هي عبارة عن subject followed by is the verb followed by the object او compliment طيب هلا في عندك الفعل miss اكيد لكل قاعدة يختلف من قاعدة الى اخرى قاعدة present perfect دائما الفعل تبعها هو عبارة عن has و have زائد التصريف التالت ذكرينه لا تنسى انه دائما ال has بتروح مع المفرد وال have بتروح مع الجبع والverb 3 من وين بجيبه قد يكون فعل منتظم ينتهي بال d او e d وقد يكون فعل غير منتظم اللي انا رح اقوم بمراجعته وحفظه من اي صفحه هقوم بمراجعته من صفحه I think it's 76 يس 76 زي ما انا حافظه بصفحة 76 اللي انا رح اقدر اراجعهم قد ما بقدر يا عاشر انا يكون طالع من صفحة 10 وانا حافظة دول الافعال قد ما انا مستفيد تمام؟ هذا يعني الشي كتير بيفيدك لانه دوله قريد يحيدلو معك لاخر يوم بحياتنا ولاخر مراحل التعليمية كمان اوكي؟ this one طيب نيجي يا شباب ويا صبايا على الكيوورد المستخدمة مع قاعدة present perfect كان في عندك في هاي الونيت كان التركيز على استخدام اللي هم yet والalready yet والalready ضروري جدا انت تميز في هاي الوحدة انه انا وين ما بشوف كلمة yet والalready معناته بستخدم قاعدة present perfect يا محمد تركز معاي عشان عم بحكي لك في الpoint اللي انت بدك ايها already ya miss تستخدم في الجملة المثبتة وليات تستخدم في حالة النفي والسؤال مكان وجودها الوردي دائما تأتي بين الفعل المساعد والفعل الرئيس ماشي وليات تأتي بآخر النفي وآخر السؤال تمام all right تأتي بآخر النفي وبآخر السؤال ناخد مثال عشان ننتقل على الموضوع اللي وراء طيب مثلا انا اجي اقول لك شي بي فراغ a teacher اوبس سوري بي a teacher وحطت لك انا هون الجملة وقلت لك بدي اكتاب بليها بس اهنا مقارنة present perfect يسعد قلبك يا مسهودة الله يعافي عمرك يا رب هذا من زوئك ولطفك طيب شي فراغ a teacher بطلع بحكي الشي هي عبارة عن singular pronoun معناة بتاخد هاز أو هاب تاخد هاز باجي بحط لها هون هاز التصريف الثالث من الفعل بيه هو عبارة عن بين باجي بحط لها هون بين she has been a teacher طيب قالت لي الخطوة الاولى ضيفي لي استخدام كلمة already وين تستخدميها اطلع علي محمد وين بستخدمها راح استخدمها بين الفاعل بعفون بين الفعل الرئيس بدي استخدم another color اخضر تمام هستخدمها بين الفعل المساعد والفعل الرئيس وين الفعل المساعد دائما الفعل المساعد طبع قاعدة present perfect هو هاز و هب والفعل الرئيس هو البين تمام فباجي بستخدمها وين بين الفعل المساعد والفعل الرئيس لانها الجملة مثبتة فبتصير she has already been a teacher هي number one طيب بدي ياك تعرف شغلة انه دائما بكل قواعد اللغة الانجليزية وين ما بتسمع وهايخليها معك للتوجيه وين ما بتسمع كلمة negative يعني نفي يعني not وين تستخدم كلمة not بعد الفعل المساعد عملية الفعل المساعد هلا انا وين الفعل المساعد عندي هول الفعل المساعد كان عندي الهاز طيب هلا يا مس دائما اليد توجد في جملة النفي وفي جملة السؤال طيب لو جينا للحكي المزبوط اجتك هاي الجملة she has been a teacher بدي اعملك اياها نفيه طبعا احنا بدون اللون الاخضر بدي اشطب اللون الاخضر تمام ها بدون هاي الكلمة اجبتلك هذا المثال قلتلك بدي اياها نفيه تمام او رايت اجبتلك يا قلتلك بدي اياها نفيه طيب شو انت بتسوي negative يعني المسألة يعني اني اضيف كلمة not ورا الفعل المساعد طيب كيف بتصير جملة she has not been a teacher في حالة النفي والسؤال قالتلي دايما الكيورد yet بيجي باخر الجملة yet هاي صارت نفيه اجبت كلمة yet اجبت مع كلمات بوجود النت لحالها ما بتيجي يا بتيجي في حالة السؤال اللي بتكون مثلا like طبعا كيف حالة السؤال من هاي الجملة طلعكي في حالة السؤال من هاي الجملة زي ما اجي اقول لك has she been a teacher bla 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 yet بحط لها وعد كلمة yet فكلمة yet انا هدفي من هون من هاي الأمثلة انك انت تعرف مكان وجود ال yet ومكان وجود ال already شباب وصبايا بدي انوهك على شغله مس هاي البوينت ضروري تعرفها انو النجاتف تربطها بكلمة نت تربطها بالنفي كمان تعرف انو بحالة اللي question we have two types of a question or two cases of a question في عندي حالتين من السؤال قد يكون yes no question السؤال الذي يبدأ بالأفعال المساعدة كلياتها وأكيد انتو ينودزت مين الأفعال المساعدة دا وقد يكون ال wh word question اللي هو ببلش بإحدى كلمات ال wh words like what, ماذا, where, اين, when, متى, who, man, which, اي وعد طيب هادا بنسبة لقاعدة اللي present perfect الموجودة معاك بيونت 1 طيب هاي أهم القواعد اللي كان موجودة معاك بيونت 1 أكيد في عندك هون قطع المعاني كلها مفيدة إلك إنك تدرسها وتستفيد منها يونت 2 كانت بتحكي عن التريجيرز فضروري جدا أنك أنت تعرفها طبعا كان فيها قاعدة المودل فرب نيجي نعملها الريفجن سريع للمودل فرب هون سوريا نيجي على قاعدة المودل فرب حكتوب العنوان باللون النهدي عشان العنوين تكون بيهي مطلوبة معاك بس أربعة المودل فربس نعرف المودل فربس المطلوبين معانا المودل فربس المطلوبين معانا مسكانوا في عندك أربعة أول شيء كان مطلوب معاك اللي هو must or might might can't and could طيب عشان تكون بالصورة كل واحد من هدولا إلو معنى كل واحد من هدول الكلمات كان إلو معنى مختلف عن الآخر وكان إلو استخدام مختلف عن الآخر طيب نيجي نشوف أهم نقطة نعرفها إنه وراء كل هدول الأفعال يجب أن يكون الفعل أن يكون الفعل مجرد دائما أن يكون الفعل مجرد ودازهت مي مجرد مجرد يعني يخلوع من أي زيادة ولا يحتاج لا زيادة لا لا إيده ولا لا إاي إجي ولا لا إي أس ولا لا أي شيء فيه أوكي فهذه الأفعال يجب أن يتبعوا بالفعل المجرد تمام من ناحية استخدام كل واحد إله استخدامه الخاص مثلا أميز إنه المستو استخدم مع وجوب الشيء معت احتمالية الشيء كانت إنه لا أستطيع فعل ذلك والقد استطعت وخلصت إيشي قدرت أنا أعمله الله يرضى عليك يا رب تمام فهذه البوينت ضروري نعرفها ما حب أنوح على هذه القاعدة ببوينت صغير إنه إحنا قد يكون في اختلاف الآراء بناحية الاستخدام الكلمات هاي في الجمال لكن اللي بيصير إنه أنا كتيتشر ممكن ألجأ لأمثلت الكتاب أكثر من ما ألجأ لها بره إلا إذا كانت الأمثل الخارجية واضحة للطالب ومعناها منطقي وواضح وكلماتها سهلة للطالب لي لأنه قد تكون اختلاف آراء فنتحاول تقرأ كل الأمثل على الكتاب من هاي القاعدة thank you so much هالي فيسعد قلبك يا رب all right thank you أشرف البراسنا I'm so happy في حضورك معي Thank you so much ننتقل على الجزئية اللي وراها في عندك الجزئية اللي وراها يا مس ما ننسى إنه هلأ بيونت 3 هيكون في معانا قاعدة present continue قاعدة present continue والشباب وصبايا نتذكرها مع بعض أحاول أعملك تلخيص بسيط للقاعدة All right Present continue اللي هي المضارع المستمر دايما نحط برأسك إنه وين ما بسمع كلمة Thank you so much يا زهرة وين ما بسمع كلمة present continue لازم أربطها مين بتحب بتعمل قلب حب مع مين رح تعمل قلب حب بتعمل مع قلب حب مع التلعومين عيلة الـ verb to be زائد الـ ing تيجي بتطلع عيلة الـ verb to be بمعنده present ودائما كلمة present تقابل الـ verb one مين الـ verb one من عيلة الـ verb to be الـ verb one من عيلة الـ verb to be هو is وام وار بعجي بكتب هون is am are معناته شكل الجملة عندي subject followed by is أو am أو are مع الـ ing لا ننسى انه الـ مع المفرد الآن مع المتكلم i والـ مع الجمع وأكيد انتو يمكن انكم انتو تميزوا شو يعني مفرد شو يعني جمع ايش ينتهي بأس الجمع اللي هو بيكون بياخد R هلأ الـ ing مس ضروري جدا انتبه ل قواعد إضافة الـ ing إذا كانت الكلمة تنتهي بالـ e باجي بشطو بالـ e وبضيف ing إذا كانت تنتهي بحرف صحيح سبقا بحرف علة بضاعف الحرف الصحيح وبضيف ing ما ننسى كل هاي الـ points ضروري تمام thank you so much يسعد ألبكم على الكومنتات الحلوة alright بالنسبة للكيوورد أكيد رح يكون في عندي مفاتيح الكيوورد الموجودة معاي رح تكون like كلمة now like كلمة this like أي وجود أي فعل أمر like كلمة today في كتير أكيد أكتر من ذلك بكتير لكن عم بحكي لك الأشياء اللي لامعة at this moment at the time of the speaking alright حكتب لك hang on moment alright oops what's wrong تمام التمام I'm sorry تمام alright هون كان باستخدام القاعدة أيضا بده يستخدم الـ always على إنها هي كيوورد من استخدام قاعدة الـ present continuous كان هدفه إنه يدخل الـ always ككيوورد لقاعدة الـ continuous معينكم أنتو آين وأنكم أنتو درستوها في لصص ثانية صحيح so تمام بزدقيقة شوي wait a minute I'm sorry all right I'm sorry لا التكنيكي اللي صار بعتذر all right تمام الهون كان بدي يدخل الـ always نكمل من مكان موقفنا إنه كان بدي يدخل الـ always على إنها هي كيوورد لقاعدة الـ present continuous طيب لما بتيتي الـ always على إنها هي كيوورد لقاعدة الـ present continuous so it must comes when وين رح تيجي هتيجي between الـ helping verb and the main verb يعني between الـ asmr وال-ing فما كان موجود الـ always لو أنا بدي أدخلها ك-always باجي أدخلها إذا أدخل لك إياها باللون الأخضر هون اللي هي هون all ways all right هذا عشان مكان موجود الـ always إذا انطلبت منك تمام طيب يا شباب ويا صبايا أكيد كان في عندك هون مس عن العلماء وعن scientist ركز معي على اشتقاق science scientist كل هاي الأشياء وعرف أنه scientist مكان في منها verb هادروا جدا تعرفوا تميزوا الشياء شوف الأشياء الموجودة معك في عندك قطعة اللي هي من هون طبعا من غاية unit 3 اللي وإطلاع أكيد رحيكون كل الأشياء موجودة معك مهمة كان في هون عندك كلمات بتخص science وresearch اللي في hypothesis وreport equipment findings هدول التعريف تبعتهم كتير مهمة مكان وجودهم كان كتير مهم كمان نعرف كل واحد متى بستخدمه بعدين كان في عندك هنا قطع عن science matters برضو ضروري جدا أنك تميز ها وتقرؤها تعرف تعمل find out طبعا أنا هلأ رح أفتح معك الانتحان هعلق لك عن موضوع كيف تحل أسئلتي الفقرة أسئلة ابن الهيثم و that's home أكيد آخر قاعدة كانت معاك اللي رح أحطها هون اللي هي state وال dynamic هدول همس كقواعد رئيسية كانوا مطلوبين منك state and dynamic اللي هي dynamic اللي هي أفعال الثابت وأفعال الحركة state اللي هي بتخص أي شيء فيه ثبات like أفعال الحب الكروه الإموشنز عواطف dynamic من اسمها فيها حركة فيها action تمام فيها حركة وفيها action like يمشي like بلا 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 You're welcome يا مسهودة يسعد قلبك هلأ الشباب اللي بيحب ياخد screen shot هدولا قواعد unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 بإمكانك تاخد screen هذا تلخيص صغير مبسط ويعني إن شاء الله متواضع لكم تقدر تستفيدوا منه coming points تمام طبعا 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 أكيد أنت في المراجعة كان مطلوب معك أكتر من هاي القواعد كان مطلوب معك قاعدة future والفي close وال present perfect مع استخدام السنسو 4 هدول أكيد مراجعة إليك انت يونه وذين بس هدول كقواعد رئيسية هي مطلوبة معك تمنوني خطي حلو وربشع أحيانا ما بحب خطي بحسو كتير بعجق بكرة امتحانة يا الله أنا كتير منبسيط لما يكون في عندك كومنت زي هيك للطلاب بحس حالي إنه عم بفيدك I'm so happy miss ضروري جدا تلقي نظرة على الامتحان اللي بدي قادمو هلأ أعطيك إياه رح نزلكم مياع البيج بعد البث كلايف ككومنت محببته إن شاء الله عشان تقدر أنت تستفيد منه هيك بتكون أنت خلصت كتابك لبيوبلز بوك ودرست بتركيز صح يسعد ألبك يا محمد على تفاعلك طيب باجع كتاب الوركبوك نصيحتي إلك لكتاب الوركبوك أو الاكتيبيتي بوك وسمياته يعني على الشباب اللي عندهم انتحانات بكرة وأعتنين بيحذروا هاي يعني صدقا هاي أكتر الكلمات اللي بتبسطني باللايف صدقا أنا كتير باكون مبسوطة بس بعمل لايفات على جو أكاديمي عن جد باكون مبسوطة فيكم رغم أني أنا ما بعرفكم ولا بتعرفوني لكن أنا كتير مبسوطة فيكم وبالكومنت تبعتكم فعلا أنتو ناس كتير بتأثروا بحياة الواحد الله يسعدكم جميعا ويقدرني دائما بيأكون معكم وعلى أتم وجه يا رب بس تدرسوا كتاب تدرسوا كل التمارين الله يسعدك يا مالك تدرسوا كل التمارين المقصودة معكم يعني رح يكون في عندك مس سكشان الرايتنج ما تمر عنه في كل يونت إذا تبعك طلبين منك معني أعتقد أنه في تيتشار ما رح يطلبو كونه قصر الفصل أنه ما في كان وقت كتير أنه نكتب برايتنج كان كتير امتحانات وامتحانات كانت ورا بعض عين وأنه هذا كانت اشي بالنسبة لكم لكن نحن ندرك الموقف ونتماش مع الظروف تمام ما تنسى بس تخلص كتابك الاكتيفتي بوك ميس فيه بآخريته صفحة 76 مضرورة تراجع مطلبين معك English to English اللي هم معاني module 1 module 2 module 3 تمام شباب أنا كتيتشر لما بدأ جيب لك معاني English to English باجيب أجيب لك إياها من كتابك هون وليس من بره الكتاب فضروري جدا تقرأهم تقرأ الpart of speech لكل كلمة إذا فيه اشتقاق وإنت عم تاخذ من المدرس اشتقاق والمس مريكزي معك على هذا الشي ضروري جدا إنك إنت إيش إنك إنت تقرأهم قد يأتوا إنه الجملة الطويلة المس بتجيب وإنت تملي الفراغ بالكلمة القصيرة في point مبارح طالب سألني عنها إنه كيف بحفظ الأفعال التكرار مس التكرار وبس ضلك إقرأهم 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 تحفظهم ورح أكيد هي يكون جروب لكل واحد إنه كل مجموعة لهم نفس التغيير فإنت امشي على التغيير اللي وارد على كل مجموعة بلس إنه المعاني إذا قرأتهم أكتر من مرة وحطيت كلمة ربط رح تحفظ بسهولة تمام أوكي فبس الشغلة تكرار وتوضيح حاول التركيز آخر بارت في كتاب هو عبارة عن في عندك اللي grammar notes أأمل إنه يكون teachers تباكم كلهم نوهين عليكم في في قسم اللي grammar notes ضروري جدا تدرس تقرأ مثل اللي بحطوطة في تشوف شو اللي مطلوب معاك في القاعدة تشوف شو الأشياء أنا I'm sorry miss لكن أنا I'm sick نوعا ما I have a problematic issue with my voice sorry تمام أو رائد فأي شي رح تحتاج للقواعد حتلاقي موجود هون طيب نيجي عن نقطة الأهم والأحلى وهي بعد خلصنا الامتحان المس كتبت الأسئلة أخذنا المادة المس كتبت الأسئلة درسنا الامتحان رايحين نقدم الامتحان هلا أنا حطا لك إيش حطا لك امتحانين ثنين مش واحد حطا لك ثنين لحتى إنت تقدر تستفيد منهم أول واحد رح يكون معاك اللي هو هذا الامتحان هيكون بنسبة 45 قيئة أو 45 قيئة نحسطين هلا أوكي نرجع لالامتحان هنكون عندك مس الامتحان بهاي الآلية قسم الأول دائما بيكون قسم مس دائما لما بتجيك الفقرة اعتبر حالك أنك أنت أول مرة بحياتك عم تقرأ فقرة يسعد قلبك يا زهرة أول مرة بحياتك عم تقرأ فقرة تمام هلا تقرأها تيجي بتقرأ أسئلتها بتركز أوكي هيكون الأسئلة بحكي لك answer the question that follow at كانت الفقرة عندك عن جوردن تمام بتحكي عن public و private universities أكيد بسألك why is Jordan considered a pioneer in higher education تيجي بتشوف ليش اعتبرت الأردن what does it mean بس تريفت الأسئلة بتطلع على أداة السؤال أداة السؤال why يعني لماذا لماذا معناته أني أنا إيش أكيد يا مس محفوظي سعد قلبك يا نور و أم محمد أكيد الفيديو محفوظ والامتحان نازل كمان بسهذا الامتحان كتير متوقع أنه يجيك لو جزء من أسئلته اللي حبيته في الموضوع هداك اليوم كان في طالب قدم امتحان من الصف التاسع بقول لي مس والله 75% من نظام الأسئلة اللي كنت يحطان لياها إجاب الامتحان لدرجة أنه أنا ما استغربت في الامتحان فيارب إنكم بتقولوا أموركم طيبة تمام و يعني لماذا لماذا يعني تحتاج لإجابة سبب reason it needs a reason reason معناته أنا بدي سبب بتدور على الفقرة بسبب مس دائما في أسئلة الفقرة لازم يكون في كلمة مفتاحية إلي وإلك أنا كتبت الأسئلة عليها من الفقرة وإنت إجابتك برضو بدأتكون من الفقرة مش من عقلك فإنت دائما مرجعك الفقرة هيكون حلقة الوصل بينناتنا هي الفقرة تمام أوكي فاين لا الطالب اللي دخل معه هيا أنا حطى لك نموذجين فدون توري شو التارجت الأساسي أو شو الأيم الأساسي بتحكي لي وط يعني ماذا تمام والمين تارجت يعني الهدف الأساسي أوكي هذا سؤال اقتبس زي سؤال كود ذي سنتنس تمام اللي هو إيش إني آجي أطول الجملة نفسها اللي إلها نفس المعنى الله يسعدك يا أمي محمد أوكي كودة سنتنس يعني طول الجملة نفسها اللي بتحمل المعنى إنه جوردن إس بيونير إن هير إيديوكيش إنه الأردن كانت الرائدة بالتعليم العالي طبعا هذا بناء على الفقرة كيف ما بتكون فاهم كيف ما بتقدر تجاوب أوكي دائما نخذها من كميتة اللتر لغاية نقطة دير بعلك لازم تكون جملة كاملة المعنى راجعت القواعد ارجعي تابعي الفيديو حاولت راجعت القواعد يعني مريت عليهم كلهم أوكي كل القواعد اللي داخله بالامتحان راجعتها من يونت 1 لغاية يونت 4 قواعد تتوصل أول بشكل عام طيب what was the vision of king عبدالله 2nd شو كانت رؤيته شو كانت رؤيته أكيد موجودة بالفقرة بتذكرها find a word دائما find a word يعني أوجد من النص كلمة لمعنى هتي experience لتجرب أكيد أنت رح تكون دارس المعاني وعارف تجاوب أوكي what does the underline the pronoun they're referred to بدي نوه على موضوع refers to على مين برجع شباب وصبايا دائما ضروري ترجع على إشي قبليها ما بترجع على إشي بعدها بترجع على إشي قبليها فضروري جدا أنك تنتبه الأمير راجع وتنتبه إذا كانت مفرد أو جمع إذا كانت مفرد هاي بترجع على مفرد إذا كان ضمير جمع برجع على جمع أوكي بيجي على الصفحة الثانية هلأ خلصنا سؤال القواعدين على سؤال المعاني وهذا السؤال لازم أنت تحطه بجيبتك لصغير ليش لأنه بس أنت حفظ المعاني ودارس أسئلة لكتاب جاوب لي ملي الفراغ بالمعنى المناسب حطالك تقرأ الفقرة وبتشوف شو المعاني المناسبة نصيحتي إلك الله يعطيك العافية موفق يامس طيب هلأ بتكتب المعاني بالعربي وبعدين بترجع تمليها بالإنجليش طيب حسب إذا هي حسب المعنى تمام ننزل على سؤال القواعد أو هو سؤال بالنسبة كمان أم محمد رح يكون اللايف محفوظ فأنت بإنكالك ترجع تادي طيب fill in the gaps with the correct word يعني ملي الفراغات ب الفعل الصح my friend and I visited the charity shop فراغ sells donated items اللي بيبيعوا donated items who ولا that ولا where تشوف لي إيش الصح شريتي شريتي shop هي الجمعية تمام two we have been here فراغ nine o'clock طلع في عندك إنه أنا قلت منذ الساعة التاسعة عطيتك فترة محددة فترة محددة أول شيء ما بتيجي بنهاية الجملة فهتكون نياس لفترة المحددة وفور للفترة اللا المعوامة هنا أنا أعطيتك إيش فترة محددة معناته شو لازم أستخدم بتقولي طيب it فراغ be expensive it is in a very poor condition بحكي it can't ولا it must ولا it might بقولك هي مش غالية لأنه هي في poor condition فقيرة أو كانت ضعيفة طيب وفراغ about Alfred Noble at the moment حطها لك كلمة at the moment the word إيش اللي قال لي at the moment بتاخد is am are ing في عندي بالخيارات are learn is learning بتطلع الفعل we بتاخد are ولا is أوكي she's always قبل شوي شرحناها فعل to be ورا كلمة always ورا شو بيجي دغري فعل ing بتدور طيب ننزل السؤال الثالث اللي هو عفوا السؤال الرابع fill in the gaps with the correct form of the verb in brackets she always فراغ where she put things بقول لك هي دايما بتنسا وين بتحط الأشياء وهذا واقع أوكي sorry wait إذا لاحظت في كتير أشياء من الكتاب نفسه طيب الفعل forget بدك تصرفه بالنغان على ذلك don't turn off the TV I فراغ this film بحكي لك لطوت في التلفزيون أنا قاعدة عم بحضر ومستمتعة في الفيلم شو بتقول أي قاعدة بتستخدم هي طبعا بحكي عن الحدث تبرري مرح ضلي طول عمري قاعدة عم بحضر بالفيلم ثلاثة the lesson فراغ not finished كان في استخدام نيات بأي قاعدة استخدمتها هذا هذا تصريف ثالث انتبه في عندك كلمة not انتبه عندك الوجد I فراغ think Faisal is a very generous man بأي قاعدة بستخدمها علي فراغ be very interested in getting high sources in his exam last semester علي كان مهتم وهاي على قواعدك السر الماضي ال past sem كان مهتم طيب question number five read the following sentences and answer the question look in your pencil's case it might be in there it isn't there it must be in the classroom okay on my desk which sentences as relative certainly طيب شوفوا اي جملة اللي بتعطيك اشي فيها تحديد اكثر واقرب هاتا بنواي من الاسئلة I don't think هنرزلكم اياه كله بس بفضل انتوا تحلوا على لحالكم وتصححوا مع الاجابات اللي رح نرزلها ها كل امتحان نازل بحالاجابة wait okay and which one is indicate الابدين from the 20th 1 century write the presentation describe their objects and say what they were used for how they were used and and they they were they are they are the museum in am okay طيب هتقدر تحلل أسئلتات الفقرة بنفس العالية اللي حكيناها دائما عرفت أنه يعني بالرجوع إلى سؤال ما باجي بقولك أكتب رأيك أكتب رأيك يعني طلع بالنسبة للإقتباس يا محمد بالنسبة للإقتباس دائما لازم يكون ما بتقدر تجاوبه إذا أنت مفاهل من المعنى لازم تفهم المعنى كتير منيح وبالعادة الإقتباس يعني أنك تنقل شغلة بالضبط زي ما هي موجودة تنقلها من الكابيتر لتر لغاية النقطة طيب هون حط لك شوية معاني على تقدر أنك تحل سؤال معاني بعدين حط لك هون سؤال على القواعد بشكل عام I don't like her very much هي فرغ always بتقدر تستخدمها مع أي قاعدة Don't turn the computer I فرغ research on chemistry في عندك already وفي هنا عندك ever باستخدام قاعدة present perfect سهل جداً متحلو oops sorry السؤال الرابع طيب editing edit the following lines that have six mistakes كان فيها ست أخطاء سواء بكتابتهم and write the answers في أخطاء كانت في الكتابة وفي أخطاء كانت في الcapitalization rules وفي أخطاء كانت في evanctuation اللي هي علامات الترقيم بدي تحط لي الأخطاء سهل جداً معاني بتبلش في capital letter ما في داعي لا 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 ما بتحط علامات تنصيص it's okay ما بتلقل الجملة كافية وكتر خير الله طيب سؤال خامس choose the suitable item from those given to complete each one of the following دي أحكييك شغلة بالنسبة لها حل أسئلة ضع دائرة مس دايماً ما تمر عن ABC حلهم كلهم ادرسهم كلهم هاي بتزبط هاي بتزبط هاي ما بتزبط وهاي ما بتزبط باشطبها باجي باشوف الإجابة المحتملة وبستخدمها فضروري كتير تنتبه لهاي القصة ما عمرك تعدي عن ABC كاملة لازم ايش لازم تدرسهم واحدة واحدة سهل جندمس هدولة على استخدام القواعد تقدر تحلهم اوكي هون كان في عندك سؤال اشتقاق I hope إنه teachers تبعكم نكونوا أعطوكم ميا Mary Curie was a Polish كذا شو بحكي عنها scientist ولا science ولا scientific عن اشتقاق science ذا فراغ flower is special because it's the national flower of Jordan أي واحدة اللي تعتبر special flower for Jordan اوكي برضو هون كان في على المعالي بتقدر إنك تدرسها هون كان آخر شي ما عطيتك موضوعين في عندك هون نفس الموضوع اللي عطيتك يا بالانتهان الأول وفي عندك خيار تادي إنك تكتب لتر لصديقك تخبروا عن الهوليدي دستنشن و ما عطيتك عطيتك هون يا تادي التعبير هذا كان موجود في الانتهان والتعبير هذا كان موجود في الانتهان الأخيرة فهيكسر عينك موان من واحدة هون تترك indentation على مسافة بادئة هون تبلش capital letter تخلص اللقطة الجملة الأولى هون تخلصها تبلش الجملة الثانية هون بعدين تخلص الجملة الثانية هون تبلش الجملة الثانية هون وتكتب أول شي topic sentence اللي هي الجملة المقدمة بعدين تكتب لي هون في عندك الجملة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لغاية متوصل لconcluding sentence اللي هي الجملة الخاتمة بالعاد الconcluding sentence الختم والبداية بتكون زي بعض بس كل واحدة بايش كل واحدة بتكون بصيغة to conclude هون to start البداية to start تحت to conclude عاشر do you have any question هل عندكم أي سؤال حبايبي الله يرضى عليكم على تفاعلكم الرائع thank you so much شل وجودكم معي اليوم نجمة اذن الله شوفي انا نزلت مراجعات لصف سابع وتامن مع امتحان موجود على صفحة الاندين تمام فبإمكانك انت تتابعي هناك live جاهز ومجهز وكل أمور تمام تمام تقدري تفوتي على صفحة جو أكاديمي اه نسيتك سوري نفتح صفحة 20 صفحة 20 مسهو كان فقط بدو اياك انك wait a minute يا محمد بدو اياك فقط تستخدم قاعدك present continuous باستخدام حتطلق فاعل وحتطلق الفعل شو بتعمل بتنزل الفاعل تمام هون رح تنزل already عندك الفاعل بتحط الفعل المساعدة اللي بناصبه مين الفعل المساعدة اللي بناصبه is او am او are بعدين بتدخل وراها كلمة always بعدين رح يكون في عندك فعل رئيسي ورا الشحطة هاي اللي هي ورا الفاعل بتضيف عليها ing make بتصير making بتكمل بقيت الجملة زي مهين الجملة التانية مثلا هي شو بتأخذ is is وراها لازم يجي always he is always forgetting where he has put things واتس بس هيك الفكرة اوكي انشاء الله اكون في التكيام محمد طيب اوكي if you don't have any question I have to end the live اوكي عاشر do you have any question anything you need any comment any suggestion you can ask me now I was so happy يسعد قلبك يا محمد تمام تمام اعمل ذلك طيب اعمل انكم تكونوا كلكم استفدتوا مس من هذا البث وامل انكم تكونوا بعلامات عالية متل ما شرحنا المادة ان شاء الله تكون كل اموركم طيبة كنت كتير مبسوطة معاكم اليوم استمتعد بحصتكم جدا 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 I hope you all the best and good luck it's me اما الامر جوب from Joe Academy and this is what I have for the daisy class hope you all the best and have a nice time see you next time bye bye